حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تقوده أونكسانكسوتي يعلنها المرشح الذي سيقود غمار الانتخابات الرئاسية في البلاد المرشح هو يوهتين تشاو سائق زعيمة المعارضة إعلان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية عن مرشحه يأتي بالتزامن مع انطلاق انتخاب الرئيس البرمي في برلمان البلاد حيث قدمت ثلاث مجموعات برلمانية أسماء مرشحها للمنصب الأعلى ومن المقرر أن يتم وضع الأسماء أمام البرلمان للتصويت وسيصبح الشخص الذي يحصد أكبر عدد من الأصوات رئيساً فيما سيصبح الاثنان الآخران نائب الرئيس البرميون الذين شاركوا بقوة في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامنين من نوفمبر المنصر وحقق فيها حزب سوتي فوزاً عريضاً ينتظرون عملية انتخاب الرئيس التي ستستمر عدة أيام لسيما وبلدهم عانى من حوالي خمسين سنة من دكتاتورية عسكرية ترجمة نانسي قنقر